عندنا في نمبر 19 هو بيقول لي مين في اللقاء قدامي الريلاشن الصح ما بين السيلف اندوكشن كويفيشن و النمبر افتورنوس انا دلوتي لازم اعرف الريلاشن الماثيماتيكا الايه هي لان ال 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 ايكوال ميو ايه ان سكوار اوبر ال 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 اسمول دي لانث ال 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 كابتل دت السيلف اندوكشن كويفيشن الله تعالى!!! إن هذه ال 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 الاول burial جماعدة ال 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 ام نمبر فيبقى لو الان بس اللي على الاكس كانت تطلع كورف بالشكل دوت انما الان سكوار كلها اللي على الاكس يبقى دارك مع الحاجة اللي على الاكس عطول يبقى دية طيب هنا الريلاشن ما بين الفلكس دينسي والديستانس من الواير يبقى الفلكس دينسي دي اللي طالعه من واير انا عارف ان البي ايكوالز ميو اي اوفر تو باي دي يبقى دية تحت يبقى هي انفرسي بروبورشنال مع الدي ومادام انفرسي بروبورشنال فالمفروض الريلاشن بتطلع كده اللي هي ولا بتلمس هنا ولا بتلمس هنا المفروض فيبقى انا اقرب واحدة اللي هي في الحقيقة هي البي 21 عايز الريشيو ما بين الريزيستيفتز بتاع التو وايرز او بي والتو وايرز دول لما رسمنا الريلاشن ما بين الاي والفي فطلعت الريلاشن بالشكل دوت فالاول كده نعرف هو اللي سلوب بتاع دوت بيعبر عن ايه مشان عارف ان الاي ايكوالز في اوفر ار ده كده اللي على ال اكس اكسس ده كده اللي على ال واي اكسس يبقى اللي سلوب هو وان اوفر ار حلو جدا انت عايز ريشيو ما بين الريزيستيفتز رو اي اوفر رو اي بي ملتبلاي وهقلب رو بي هتبقى ار في اي اوفر ال ال اي هتروح مع الاي اللينس هيروح مع اللينس لانهو مدينا جيفن انه هم عاصلا ايكوال فايب انا كده عايز ار اوفر ار بي فده اي بقي ايكوال ار اي هي وان اوفر الستوب بتاع اللاين دوت وار بي هي وان اوفر الستوب بتاعه لان اللي السلوب هو وان اوفر ار يبقى الار هتبقى وان اوفر الستوب يبقى انا لما اجعمل ار اوفر 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 بي هي هتبقى ايكوال السلوب بتاع اللاين بي اوفر السلوب بتاع اللاين اي والسلوب هو تاني الانجل زي ما اتفقنا مع ال post of direction of x axis يبقى دوت كده هيبقى تان 30 over 10 45 لان انا باخد الانجل من اول اللاين لحد ال post of direction of x axis كنت قلت لكم ان فيه فاكتور المفروض يتضرب فهو كده كده الفاكتور اللي ده انا بقى اخد بشوف مثلا هنا كم امبير مثلا 1 امبير 0.1 امبير وهنا المربع الواحد يعني وهنا نفس الكلام بقى over اللي هو بتاع الاكس فهو لما يتضرب هنا ويتضرب هنا فهو هيروح فما بفرقش معي زي ما قلت لكم انا ما شفتوش استخدم حتة الفاكتور ديت خالص قبل كده بس يعني احتياطا انا بقولها لكم عشان خاطر تبقى اخديني المعلومة لعلو عاصر فانا هحسب دول اللي هو 1030 over 1045 هتطلع بroot 3 over 3 لقيتها كده اوكي ما لقيتها بتشوف value decimal بتاعتها عادي جدا طيب في 22 دي relation ما بين resistance واللنس بتاعتوه conductors A و B different materials same area هي بقى الاريا بتاعت ايه اقوى الاريا بتاعت بيه فطبعا الاوتوماتيك لازم اشوف اللي يقبر عن ايه قبل ما اكمل حل انا عارف ان R equals 0 L over A اللي هي دي اللي عال X axis دي اللي عال Y يبقى كده اللي slope equal R over A اللي اتنين ليهم نفس الاريا يبقى اللي عنده slope كبير resistivity كبيرة اللي عنده slope قليل resistivity وقليلها وconductivity العكس فهو بيقولي مين فيهم عنده higher resistivity وهتيجي تشوز طبعا عادي وبتختار يبقى كده اللي ايه عنده higher resistivity لان slope equal كذا والA عنده higher slope لان انا عارف ان slope قادر اجيبه من تاني الانجل فديه انجل كبيرة دي انجل صغيرة ولو هما الاثنين connected in parallel ويبقى هيبقى ليهم نفس الاريا عشان لو اجبت two wires وحاولت او يوصلهم parallel يبقى المفروض ليهم نفس اللينس اللي اقوه هو محددش او مفيش حاجة تعبر هو اللينس بتاع مين هيبقى ايه مين فيه ما يعدي فيه current اكبر ما انا لو وصلت الاثنين parallel الA دوت هيبقى عنده resistance كبيرة والB دوت هيبقى عنده resistance صغيرة يعني دي مثلا 10 ohm ديه 2 ohm مثلا فيبقى اللي عنده resistance صغيرة هيمشي فيه current اكبر يبقى كده الB عنده higher current لان هي lower resistance نفس الفكرة بس هو عملها مع 1 over A فبردو نفس الكلام الR equals row L over A فهي هي ان انا اكتب 1 over A برا كده دي اللي على الX دي اللي على الY يبقى اللي slope هو ده يعني اللي slope equal row في L وهو بيقول ان هما كلهم نفس اللينس يبقى نفس الL بس different materials كان ممكن يبقى different same materials وللنس مختلفة وهنا نفس الكلام كان ممكن يبقى different materials واريات مختلفة كان ساعتها اللي عنده slope كبير يبقى cross sectional area صغيرة والعكس فبيقولي مين في دول عنده resistivity اكبر ما هو اللي عنده resistivity اكبر اللي عنده slope اكبر يبقى هو wire one بس كده هتمنى تكون الجزئية بتاعة من خطر يقدر يطلقها غير السنين الفاتد كان بيجيب لك table وانت اللي ترسم وبعدين تطلع حاجات من table هنا هي هتبقى مرسومة وانت تطلع من حاجات او هتبقى مرسومة يقولك هي بتعبر عن ايه ومين اكبر ومين اصغر كلمدان